كفارة القطيعة انت شاجرت مع واحد وقاطعته ولا عد لا يكلم ولا تكلم ولا يكلمك ولا تكلم وغرص مصارمة مهاجرة مقاطعة ايش الكفارة قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكذان عن الحق مداما على صرامهما يعني على القطيعة وإن أولهما فيئا أول واحد يرجع للثاني يسلم عليه ويزيل القطيعة يكون كفارة عنه سبقه بالفئ وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا وإن مات على صرامهما يعني على القطيعة لم يدخل الجنة جميعا أبدا وإن سلم عليه فأبا أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان راه أحمد وحديثه صحيح أنت هو لما يعمل لك قطيعة ولا تعمل لك قطيعة ولا بينك وبين أختك ولا بينك وبين يعني بنت خالك ولا بينك وبين جارتك لما تصير قطيعة بعدين أنت تندمين أو أنت تندم وترد تسلم عليه وتتصل عليه ولا تروح إلى بيته ولا تتصل عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الناس ما في رد ما في رد أنت لما تسلم الملك يرد عليك فيقول الملك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وهو يرد عليه الشيطان السلام عليكم في شخصة مع الصرار سوف 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 أتجاج سوف nữa